طيب الموران الوحيد للأهل النهاردة انطلق بالتحديد من حوالي ربع ساعة مع بداية الحلقة تقريباً يعني وموران مهم أنا بصراحة عايز أعرف أو عايز أفهم مسلماني حيامل إيه في تمرين النهاردة؟ الرجل ريح الفرق مبارح غزباً عنه لأن فيه إجهاد فيه ضغط مباراة فكان منطقي وطبيع جداً أنه يريح الفرق ويبقى أجازه بعد مباراة كانت يوم السبت أمام المريخ أو المبارح فعندي فضول أعرف هو النهاردة هيشتغل بدني وده ما أعتقدش هيشتغل فني تاكتكس مش عارف فالله يكون في عمر الرجل ده سأقه هو قابت الإنسان من أمسان أو جهاز المعاون كله لأن بصراحة الوضع صعب فأكيد هي تدريبات مهمة في كل الأحوال من خلالها هيستقر على الشكل أو التشكيل تحديداً الشكل والسيناريو أكيد هو مستقر عليه الخاص بالمباراة لأنه هو بيدرس كويس الفرق اللي بيقابله كمسلمين وكجهاز فني لكن إذا أتكلم عن التشكيل هيتطمن على جهزية اللاعبين مين جاهز؟ مين لائق فنياً وبدنياً وزهنياً للمشاركة في هذه المباراة الهمة من خلال لما يشوف وجوه اللاعبين من خلال لما يتكلم معاهم من خلال بعض الفقرات الخاصة بالمروان زي ما أنتقى حضراتكم شايفين دلوقتي هو ده المروان الأخير للأهلي النهاردة دي لقطات بالزبط دلوقتي هو مروان أول وأخير للأهلي النهاردة قبل مباراة الغد أمام بيرامدز واضح أنها تدريبات خفيفة هو تدريبات فق عضلات كده يعني تعتبر تدريبات استشفائية شوية معوضة في الاعتبار أن فريق بيرامدز واخد راحة أكتر من الأهلي فاستشفى براحته وعمل تدريباته البدنية براحته والتدريبات اللي هي بتاعت الترايماتش براحته والأمور بالنسبة له مراح راحة يعني الأمور بالنسبة له عادية مريحة لكن ده أو ده أمر من الأمور المهمة خلينا بقى عند اللقطة دي يعني إيه بحكم اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي وأنا هقول لكم بعض الكواليس اللي بتتعلق بحضور الكابتن دياء السيد المدرب العام في جهاز المنتخب الوطني الأول كان حضر النهاردة في المران زي ما حضراتكم شايفين وجلسة طويلة كانت مع أفشة بخلاف اللقطتين اللي حضراتكم شفتهم دول يليت نرجحها تاني اللقطة دي أبيبو لأن الكلام هنا حيكون مهمة أول وإحنا عارفين الفترة اللي فاتت كيروش كان واخد قرار وأنا بصراحة عجبني أول قرار ده وقال إيه قال الجهاز الفني للمنتخب الجهاز المساعد لي يعني أجامعة بعد إذنكم أنا عايزكم تروحوا تبعوا التدريبات مش المباريات لأ تبعوا التدريبات الفرق بتاعت الدوري تبقوا فينا على حالة كل لعيب الأمور ماشية إزاي لحظة بلحظة لأن إحنا داخلين على مرحلة يعني مصرية في إطار المنافسة على الصعود الكاسة عام مع منتخب السنجال مطشين صعبين جدا فحضور الكابتن طريق كابتن ضياء السيد طبعا حضور كان مهم وتكلم زي ما حنا شايفين كده مع الجهاز الفني كله عايز لقطة أفشا تكلم مع أفشا كان كلام طويل وأقدر أستشف أيوة بالراحة بقى كده أقدر أستشف إن أفشا ممكن يكون موجود في قائمة المنتخ وكان معاه كمان محللين الأداء في جهاز المنتخب الوطن الصورة دي تديني نسبة أكبر من 60-70% أفشا هيكون ضمن قائمة المنتخب المشاركة في مطشين السنغاء ودي حاجة جيدة أفشا لعيب مهم سواء بقى شارك أساسي أنا بصراحة يا جماعة مايفرقش معايا واحد مصري مايفرقش معايا مين يروح المنتخب هيفرق معايا صحة كاس عالم بصراحة لكن ما يكون لعيب زي أفشا هو لعيب مهم يلعب أساسي يبقى عددكة تستغله في بعض المباريات أو تستغله يعب بعض أو الدقائق في المطشين دي رؤية فنية بنحترمها الأهم تحقالي الهدف في الآخر لكن الوقفة دي يعني أعتقد كده بتدي مؤشرات أولية وكبيرة بتوجد أفشا في قائمة المنتخب اللي ممكن تعلن قريبا بخلاف النهاردة كمان كان في جلسة مع محمد هاني أو يعني كلمتين كده ما بين كابتن ديوء سيد ومحمد هاني لعب النادي الأهلي الزهر الأيمن المميز ووضح برضه أن هاني وارد بشكل كبير أنه يكون موجود في قائمة المنتخب فدي حاجة إيجابية يبقى عندك هاني وعمر كمان عبدالواحد اتنين مميزين أي حد فيهم يلعب إن شاء الله يبقى رجل ويؤدي المطلوب منه دكتور كمان محمد أبو الأهلي طبيب منتخب الوطني كان موجود ووضح أنه فيه تنصيق كامل فيما يتعلق بكل الجوانب الطبية ما بين الأهلي والجهاز الفني المنتخب الوطني وكابتن دي السيدة هو واقف مع محمد هاني ومع أفشا أعتقد عنصرين جديدين في المنتخب الوطني قريبا في المعسكر القادم بإذن الله يارب بس يحميهم من الإصابات إن شاء الله ويكونوا جاهزين ويبقى مستوهم جيد عشان المصلحة الأهم بالنسبة لنا هو منتخبنا الوطني هو ده الأهم من انضمام أي لعب تاني للمنتخب فدي كواليس من ضمن الكواليس الخاصة بمران اليوم أجواء جيدة أجواء مناسبة النهاردة كمان حضر عمار حمدي زي ما حدركم شايفين في الصورة بعد إجراءه أو جراحة الروباط الصليبي مؤخرا في النمسا وحيبتدي برنامجه التأهيلي أو يعتبر التداي يعني لأنه يبقى فيه تدريبات أولية كده بعد الجراحة مباشرة يعني اللاعب حظه كان سيء جدا بالإصابة قبل أول مباراة في كاسر عالم أمام منتريب والمناسبة هو كان أساسي في هذه المباراة لكن التمرين اللي قبل المباراة بيومين بالضبط أنا فاكر كنت معاهم يعني جالوا الروباط الصليبي والأمور كانت صعبة أو معنوياته كانت صعبة جدا لكن إن شاء الله نتمنى له الشفاء العاجل ويرجع كمان من ضمن الناس كانت موجودة وشفتوا في الصورة هو أحمد نبيل كوكا اللي برضو مصاب بفيروس كورونا هو بدر بنون أو هو خفم بفيروس كورونا بس لسه يعني التدعيات بتاعة فيروس كورونا لسه مش جاهز لمشاكلة في التدريبات إن شاء الله نتمنى له العودة سريعا هو بدر اثنين من اللعبة المهمة جدا اشتركوا في القناة